وتنضم إلى الآن هنا في الستوديو هوازن نصيف وهي نائب الرئيس للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لدى شركة نصر هوازن صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا خليني بلش أسألك هل من الممكن تحت أي سيناريو أنه يكون الاستثمار بالطاقة الأحفورية متوافق مع معايير ESG طبعا من الممكن يمكن السنتين اللي راحت هي أكثر فترة في تاريخ الحراك في ESG اللي بيّنت للعالم أنه ما نقدر نتخلى عن مصادر الطاقة الأساسية بما في ذلك المواد الهايدرو كربونية والوقود الأحفوري لأنه مثلا جائحة كوفيد اللي اجتاحت العالم وبعدها الوضع الجيوسياسي منها حرب أوكرانيا وروسيا رفعت أسعار الطاقة وأصبح هناك تضخم غير معهود يمكن في أسعار المواد الأساسية وأسعار الغذاء وحتى نقص في المواد الغذائية جالب إلى الطاولة أنه عندنا مخاطر أمنية مخاطر سياسية مخاطر اقتصادية معتمدة على أسعار النفط فلازم يكون هناك استثمار في إنتاج النفط بطرق مستدامة استثمار في التقنيات التي تساعد قطاع النفط والغاز على إنتاج النفط بطرق مستدامة لا يجب أبدا استقصاء المواد الهايدرو كربونية كمواد لأن العالم مش جاهز بعد للانتقال للطاقة البديلة لا هو جاهز حاليا في الوقت أنه يستبدل الطاقة الهايدرو كربونية بالطاقة البديلة أو النظيفة أو المتجددة ولا هو حتى جاهز من ناحية كمية الإنتاج يعني ما في لسه لازال قدامنا وقت وفي نفس الوقت يعني الاعتقاد تطور حتى بدأت فيه كثير نقاشات تصير أنه احنا ما المفروض ننظر إلى مصدر الطاقة كهو مصدر جيد أو سيء هل ممكن احنا ناخد الطاقة من المصدر سواء كان هيدرو كربون ولا شمسية ولا رياح ولا غيره بطريقة مستدامة فلازم يكون هناك استثمار زي ما قلنا في التقنيات النظيفة التي تساعد القطاع على إنتاج النفط بطريقة صديقة للبيئة لأنه لا زال قطاع النفط والطاقة أكثر قطاع يعطي العالم طاقة موثوقة بأسعار لا زالت جيد لأن النشطاء بمضوع التغير المناخي بيقولوا أنه مفروض أنه نحن نوقف أو نخفض بشكل سريع لأنه الوقت عم بفوتنا الاستثمار بالطاقة الأحفورية وبالتالي حتى طريقة الاستثمار أو طريقة التلقيب أو طريقة استخراج هذه الطاقة حتى لو كانت ساستينبل مش مقبولة حتى عنده هذا توجه غير منطقي أو غير واقعي أنا في رأيي الشخصية أنه لازم نكون التحول عندنا يكون مدروس ويكون متدرج ويكون واقعي يعني شوف الأرض الواقع عشي قاعد يصير نحن اليوم عشان نقدر نتحول بطريقة نتجنب فيها أن نسبب كوارث يعني اقتصادية أو اجتماعية في العالم لازم نكون هناك تحول مدروس للطاقة وتحول يأخذ بالاعتبار الأوضاع اللي في البلاد المختلفة وفي الماضي الناظق المختلفة لو لاحظتي في خطاب ولي عهد المملكة العربية سموه الأمير محمد حفظه الله اتكلم في مؤتمر أو في قمة جدة عن التحول المتوازن والتحول الواقعي للطاقة أنه احنا ما نبغى في سبيل أنه احنا نتحول بطريقة سريعة وغير مدروسة للطاقة النظيفة أو الطاقة المستدامة أنه احنا نسبب مثلا كوارث منها ارتفاع معدلات الفقر والارتفاع الأسعار والهجرة الغير مرغوب فيها بين القارات وغيره بالنسبة للشركات بالسنوات القليلة الماضية أو السنوات القريبة الماضية كان الحكي عن ESG والالتزام بمعايير ESG كان مثل ما بيقولوا أو كان بالأحرى أن الشركات عم تحاول أن تظهر حالة بمظهر معين لتكون مقبولة أكتر ولتقدر تستجذب لا شك رؤوس الأموال من السرديق الاستثمارية يلي ترفض أن تستثمر إذا ما كان في تطبيق لهذه المعايير في مشاكل بالمعايير طبعا حكينا أنا وياكي أكتر من مرة عنها وإمكانية تطبيقها على كل شركات العالم وشغرافية العالم كلها بنفس الوقت بنفس الطريقة لكن بنفس الوقت هلأ ما بقى يكفي الليب سوربس صار لازم الشركات تثبت فعلا أنه هدب في صميم استراتيجيتها شو هي الخطوات اللي بمكن تاخدى الشركات الآن لتقدر تبقى على خط مع المستثمرين تلبي رغبتهم وبنفس الوقت أنها تقدر تلبي احتياجات الاقتصادية عالميا أتوقع أنا من قراءتي للأحداث اللي قاعدة تصير من الأشياء الإيجابية اللي قاعدة تحصل عند المفكرين وعند الممارسين للإي اس جي عالميا أنه حصل تغيير في النظرة للأمور يعني حتى موضوع جدا شائك السلاح فرضا بعد الحرب الأخيرة أصبح هناك الشركات السلاح تقولك أنه أنا لا يمكن أنه تعتبروني أنا كمنتج للسلاح سيء للمجتمع وكذلك لأنه بدون السلاح هذا فيه دول ما رح تقدر تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات المختلفة فساير يعني نفس التفكير يمكن صبع أنت من الرواد في الإعلامين الرواد في طرح مواضيع الإي اس جي والاستدامة ومهتمة فيه من زمان فتذكري معايا لما كنا نتقابل من زمان كيف كان تركيز دائما على استقصاء المواد الهايدرو كربونية اليوم لا في استيعاب أنه إحنا ما نقدر نستقصي مرة واحدة نحن لازم ننظر للسلعة أو المنتج بطريقة أكثر واقعية في حيث أنه نزود العوامل الإيجابية أو الصفات الإيجابية ونحاول نعمل تقييد أو تقليل للأضرار البيئية من السلعة والمنتج نفسه فمثلا حتيجي تقولي مثلا على البترول طيب نعمل نقلل الإنبعاثات نحد من حرق الغاز كل الأشياء التي هي مضرة للبيئة لكن في نفس الوقت نستثمر في التقنيات التي ممكن توفر إنتاج هذه الطاقة بطريقة سليمة نشوف تغيير كثير في الفترة الأخيرة لا شك شكرا جزيلا لك هوازن نصيف